قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية بزيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وجاءت زيارة في إطار الحرص على تعزيز علاقات الصداقة وشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط ومجمل التطورات الإقليمية والدودية في مستهل زيارة العمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة التقاسم الشيخ عبدالله بن زايد الهيان وزير الخارجية معالي يينس بلوتنر المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني ووفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني البونستاغ برئاسته معالي مخايل روث رئيس اللجنة جرى خلال اللقاءين بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية الألمانية وسبل التنمية مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما كما بحث سموه معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة ومسارات تطويرها بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين وناقش الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات كما التقى سموه عددا من رجال الأعمال الألمان والرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وتم خلال اللقاء التطرق إلى الفرص المتاحة لقطاع الاقتصاد والبيئة المشجعة والجاذبة لإقامة الشراكات الاستثمارية الداعمة للخطط والبرامج التنموية في كل البلدين إلى ذلك أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد الهيان وزير الخارجية حفل استقبال لطلبة الإمارات الدارسين في جمهورية ألمانيا الاتحادية وعددا من أبناء الدولة الذين يتلقون العلاج في ألمانيا وأعضاء رابطة الألمان الذين قاموا بدولة الإمارات ورحب سموه خلال الحفل بأبنائه الطلبة مؤكدا الحرص على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهم طوال فترة دراستهم بالمؤسسات التعليمية الألمانية